تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 457 قضية تموينية بمطبوطات بلغت أكثر من 659 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاع على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 510 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 130 طن أسمنت وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 20 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 107 قضايا خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات خبز غير مطابق للمواصفات شكرا